السلام عليكم البنات والأمهات دي ولي كديري ينلبس عليكم كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي مع فيديو جديد وهذا النهار هذا ان شاء الله قلت غنشارككم روتين صباح الصباح ديالي كامل كيفاش غنلوزو الغدي واللي غنوجد لوليداتي بأفكار سهلة اقتصاد يديما كان حيرو في الغداء وعاصير اللي مفيد وصحي واستفدوا من وليداتكم باناشي كي يجي خطير جدا كي يجي حسن من اللي على برة وغنضيرو معكم بالقرعة حمرة عارفين البنات الفوائد دي القرعة الحمرة انا بصارحة ما كيبغيوها شرية بزاف فكنتر انني ملي هكا كنديرها فكسولة كسبقالية من الاحسن ديروها عاصير عفتو البنات راه كي يجي خاطير وبالخصوص لزدو معها الفواكي فما كتبانش نهائيا ويمقلت هكا عنديها الطريف وعندي هكا الفواكي غادي ندير ان شاء الله به واحد العاصير معاكم القرعة كتاخدوها كتحيدو لالقشرة ديالها وكتقطعو طريفات عادي وغنضيروها تسلق مهم هنا هي البنات غنقطعها طريفات صغارين وغنضيرها باش تسلق وغنضير معاكم بزاف ديال الشيوات هذا النهار هاد غيكون عامر بالشيوات وانشاركم واحد المعنات ديال الكوزينة انشاركم بزاف تلحويج في هذا الفيديو هذا كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وإلى عجبكم ما تنسوش لايك الفيديو بارتاجيوها كايا باش نستفدو مجموعين ان شاء الله يا ربي ومن كيف مشتو بعد ما قطعت هاد القرعة كاملة البنات طريفات صغارين غادي نزيد لها الماء كل ما كترتو الماء مزيان لان ذاك الماء ما كيضيعش هو لي كنتحنوها به وقاع الفوائد ديالها اللي كتبشي في الماء فهي ما كتضيعش كتتحنو به العصر ديال الكوزين وهناي البنات تخدي ثلاثة ديال ليمونات ليمون شوية ما فيش الماء فانا غادي ناخدو كتقشرو وتحيدو لي القشرة وهذيك القشرة البيضة اللي كتكل فوق تنقيوها مزيان وكتقسمو كتقلبو مزيان ليمونا ديالكم باش ميدوش لكم شي عظم ويعطاكم المرورة في العصر ممكن تحيد تحيدو لي هالعديمات وهذيك اللب لي كيكون البيض هاكا وسط من الليمونات مهم كتحاولو تخليو غي ديال ليمون ديال خيوط ديال الخيوط ديال القشرة البيضة العدومة كل شي كتنقيهم زيان وغنديروها كيفو حطة بيس المهم ثلاثة ديال ليمونات كافين هاد القياسة نتبرك الله را كيعدكم كمي كبيرة يقدر عدكم حتى الجوج اطر ونص ديال العاصر بهذا الكمية هاديها كيفو تتقريبا نص كيلو ديال القرعة ومع ثلاثة الليمونات وعد غنزيدوا الفواكه الليم توفر لي هاكا غير فاكيها واحدة تقدروا تزيدوا دانون معها دانون ديال المونج ولا دانون ديال الخوخ هاكا جوجعوا البيت ديال دانون وتزيدوا حتى خيزوهم سلوق مهم هنا بعد ما قطعت هادوك الليمونات شرائح هاكا دوائر نزيد ليهم سكار تقريبا 1-4 أو 5 المعلقة ديال السكار باش هاكا نغطيه هاكا نخلي وذيك الليمون يتلقى مع السكار ويجينا بحلو واحد المركز الليزوين مهم هنا غنغطيه بسلوفا وغادي نضيرو فتل هاكا نخليه برد كت توجدوه ول 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 باش هاكا يبقى ذك سكار يطلق لنا مع المacle الليمون وكيشين واحد المركز اللي كان عاونو بي فالعاسر ديالنا وهناي ها ها شوره البنات ولتي حاجة اللي دارو ريه وأي مرخصة تكون عندها في الكوزين لاينا وليلة مهم بزاف بزاف وكتحيد عليك مش النص ديتامر كامل هنا ها 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 شوره ها ها ذي ها 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 توقتي من تاوي لداري موقع اللي كنت كنشارك معاكم دائما كناخد منه المعنات جزي ضيال ه فهو حاليا حبسو مبقى الصراحة يخدموني ان مهم الدوروف خاصة ودب هاد الموقع هذا تاوي لداري هو اللي وصلتني منه هاد الهاشوار هادي ديال الانوكس في واحد مميزة واعرين وفي ها بزاف ديال هاكا عندها البنات جوج ديال المماس هاكايا اللي ديال الانوكس ما كيصديوش وما كييموتوش ما كيحفاوش وعد البنات هادي ديال البلاستيك ليشتو هاكا في هادو كدوية ويرتها كلابتو تتخلطوشي حاجا في بزاف ديال هاكايا المماس كتنوع هادوا يعيhandوة نهاتو هاادو كييجوها هكايا انتوما اللي ك تتركبوهم هكا اللي حتاجيتهم لان هذا الهاتو كيبقى مبقة تراحيكوا ممدة طويلة فهادك شي تركبوها المميزة هي إنوكس لا تصديها فيها 500 واط بعدها جوج ليتر كانت ثلاثة يطر يمشي معها جوج كيسان كاس ديال لينوكس وكاس ديال الزاج هذه البنات جوج يطر يمشي معها غير كاس ديال لينوكس وكيفما قلت لكم 500 واط يعني أي حاجة تدروها فيها تردها لكم غبرة عربية الفلفلاء البصلة أي حاجة تطحنها مزيانة تطحنها مهمة البنات بالنسبة لتاويل داري سوف يجب انستغرام وقناة يشاركو فيها الناس الذين يأخذون من عندهم هكاية اي بروضوي يشاركوه معكم يشاهدون الزبناء والتجارب في هذه المنتوجات مهمة البنات تحت من هذا الفيديو في صندوق الوصفة تلقوا المعلومات كاملة تاويل داري القناة في اليوتيوب تجارب المنتوجات وعادة البنات انستغرام سوف تتوصلوا معهم الرقم الواتساب المعلومات كاملة ان شاء الله سوف تلقاوها تحت من هذا الفيديو في صندوق الوصف مهم كيف مشتوها البنات أنا هنا عندي الفلفلة حمرة والفلفلة خضرة والبصلة سوف ينطحن كل شيء خضيرة في صندوق الوصفة سوف نشارك معكم البنات سوف تتوصل خطيرة وصحية سوف يحماقوا عليها ولداتكم سوف تتوصل الخضراء كاملة والفلفلة 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 نضيف هذه الخضرة مع بعضordre أن تبدو بالفلساب ثم نضيف كواجه لديها وصندوق كواجه صحيح لديها لانها وكبر السابق ثم تمتوه بعد كامل سوف نضيف كمية الكفتة نضيف الزيتون هنا يقومون بطريقة صغيرة و مربعين و في نفس الوقت يقومون بطريقة صغيرة ثم يقومون بطريقة ثلاثة ثومة يقومون بطريقة ثلاثة ثلاثة ثوبيل و مليحة الوصف صغير الكامون و تقومون بطريقة ثلاثة و سكين جبير فتقريبا نصف بطريقة ثلاثة هنا ليس نقومون بطريقة تقومون بطريقة كلها لحق فالتلاثة تحطيرها بطحون ويجبتها في فريق ويجبتها في الربع خلطها بطحون ويجبتها بطحون في الوقت تجدها بطحون نقوم بطحون خضراء وكفتة توابيل بطحون بعد التحطير اخذت المول كبير خطير تضيف اضيف الخضراء ويجبتها لبيض لحليب ضد فاسي ولا تحتاج البيض سعيد القاعدة مضيح يجب أن يصل على الكفتة فهو الفوق عالي عليها كيف ما عارف الالمينيوم رماشي صحي ولكن بعض المرات كانت تضطروا نديروه لانه ما كنلقوش كدروري تغطى باش كتتزمت وطيب لنا من الفوق ومن الداخل ومن الوسط مزيان ومدخلت هالفران على درجة حرارة ميتين وخمسين لحافية شعلها من الفوق ومن التحت كتتحزبوا لي واحد من الساعة وكتقلبوها ذرا الكفتة والخضراء راكم عارفين ضغيها كي يطيبوا سوف نجدوا شليدات منوعين اللي سوف نرافقهم مع هذا طبق هذا مهم هنا البنت شليدات دينا اللي ضرورية خيار والخص وما طيشة ونزيدوا عليهم بصيلة شلادة دينا المغربية اللي ضرورية من راحة من شلادات المفضلة عندي أنا صراحة كتبني غير ما طيشة والوصلة هادو غيب وحديتهم كي يحمقوني هذه البنت لزلتو الخيار والخص فبطبيعة الحركة تجيزوين أكثر سوف نقطعهم طريفة صغارين كاملين سوف نضغط المكونات كامل سوف نضغطها في إيناء سوف نضغط توابيل لا نضغط حقا لديها توابيل تقريبا الراسة المالقة اللي بزار مليحة حسب الضوء وزيت الروميات سوف نضغط كل شيء ونضغطها في الجنب هنا نضغطها بشوية مليحة صفيتها تضغط على العبوطة الطون ومعالقة كبيرة ونضغط الماء متوضغط ونضغط المليحة من الماء لتحضر من الماء ونضغطها ونضغطها طريفة صغارين ربع و ملحة , الملحة , مزيد و الإزيت الرومية , و خل و تنضيف حول كامون و محكوك تغير معها أنا أخليتها كغيب و حديثة هنا أخذتها الوبيا لغاية و تقطعها منطريفة صغر و تسلقها كان هناك صغيرة ناموطاق ملعقة صغيرة المطاق والميونيج والغلية والعصير الحامض تضيف المكونات جيدا تضيف ملعقة ربيع وطا ميس وزيت البلدية وزيت تقريبا تضيف ملعقة كبيرة تضيف ملعقة صغيرة تضيف ملعقة صغيرة تضيف ملعقة صغيرة استخدام السجن كما اتكلمون نضيف ملعقة بالفرران نضيف ملعقة أبدا ملعقة لفرران نضيف ملعقة نضيف ملعقة وهنا هي الآلة الثانية التي اخذت من موقع تاوي الداري الموقع الذي تميز بالجودة و لا تخافوش و لا سيحش مليا و اجي معكم ذاك الشي كيف ممكن نشكره لكم ستجده ان شاء الله هنا هي العسارة العجيبة والذي دائرة ضجة و كل شي اخذها اللي تميز بسرعة عالية و القوة عالية تطحن اي حاجة البنات يأتي في جور كيسان هذا العطرية قالتلك و هات طحن فيها ت pistect كيسانجبير و موطور دليلوكس والمس الي والتحن فيها دوك و هات تلقىوها اتحت من ه 어떤 الفيديو في صندوق الويس سبقيا معكم بأكم اتشاركو و هكا كيف اقد لتحنوي�도 فيها مباشرة و هكا المباشرة في الفيديو المميزات الى البنات عند المطور ينقص المميز انوكس لا يصدق انوكس مع انوكس يتعطى سرعة عالية فيها 5000 واط الكاس العاصر يتطحن كمية كبيرة تطحن في الفواكه مجمدين التلج العطرية التوابيل تميز بسرعة عالية تقدروا تطحن فيها اي حاجة هنا البنات الفرس جامد عندي في الفريقو كيف ماشتوها نطحنوا معكم درتوا فيها درت الليمون البنات اللي قطعتوا الطريفات ودرتوا في السكر هو اللي كي بحل المركز غنزيد القرعة البنات اللي سلقتها وهي والمديالها فبطبع دلحال خليتها حتى بردات هكاية وغادي نزيد هنا يا الموق هنا اي فواكه توفروا لكم أنا عندي الفرس في الفريقو كان عندي المنغ تقدرو تزيدو بانانة اي هي مهم انا كيف مampa Скurious تكونوا لكم او الأمبر اذاً رأت الكي بحلقش على جاه معvezان هذا الشكل اتباع هنا بعده ه一個이었لاء خاتر التقدرو تديرو البانان مهم كيف مشودرة الفرز الليمون الغرعة المنغ تزيدوا البانان حتى هو لو نتوفرين ليكم مهم كتديرو أحد البناشيanie كيش خاطر مع الكرعه فلما توفروا عليهم Wagna Bald shaped France تقدرو تجروا الأمب معايخز والم بخزو Kunden فإن المناسب تشغيل مباشرة وذلك فإن تحضر للمونات أو 3 تُطيرون طريقة إذا لديكم بانانات ستزيدونها معا اتهيه حتى هو يمر رائع يمضي بطانون ويمرون البانان فساعدا يصل لديه من جخة ويمرون على المناسب هنا البنات العصر ويوجد أصلا مع طحنت معه الفريز جامد ويمرون بالله سنتقوم بطاعة الغذوة لذلك فإن أنا أخذتها ويستخدم نفسها نقوم بعمل نوع قليلا لكي تضع طبق منوع بشلادة تضع طبق منوع بشلادة وصراحة يحمق على الوديدات ونوع بشلادة كل مرة كيف نقوم بشلادة كيف تضع بشلادة الخيزو بطاطا مع اللوبيات قدروا تضع لتجلبانة تضع بشلادة مع لصص واعرة شلادة الماطيشة والخص والخيار لابات مع الطون حتى أي وما يونس تضع بنينا والباربة كيف تضع بشلادة بنوعين الخضيرة اللي عندكم تضع بشلادة الوليدات وهناي الطابق دينا الكفتة بالخضراء راه ما نقولش ليكم راه كي يجي خاطير وعر بززب غير جربوها البنيات إن شاء الله غدي يعجبكم وسوف نقطع معكم طريف بشتشوفوا راه كتجي ديك الخضراء مع الكفتة مجموعة الكفتة كتجمع لنا الخضراء كتجيوا هكا بحلشي غاتة ولا مجموعة بلابد كيف مشتوب لتشي حاجة الكفتة كتجمع لكم الخضيرة وانتوما البنيات راه زيدوا ليشو إلا عندكم الكرم ولا ليشو القرعة كورجيت خيزو بقع الخضراء اللي عندكم ديروها في الهاشوار وزيدوها مع الكفتة والتوابير اللي درنا فراه كي يجي واعر انا دريد ديك الخضراء اللي عندي في الدار ما توفرتش لي كورجيت ما توفرش لي بززف الحويج ما درتهمش ولكنتوما عير زيدوهم راه غاتجي بنينا كتر سافي هدية الغديوة دينا اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال يا رب شليدة اللي زرت معكم شات رائعة وحماقوا عليها حتى الوليدات ديالي والطبق دي الكفتة والخضراء كي يبقى طبق صحي وبنين أولادكم غاي يكلو غي حماقوا عليه وما يبغيوش ليكم ليشو القرعة خيزو أي خضراء ما يبغيوها شليكم ديروها مع الكفتة وقد أعطوها ليهم بها الطريقة هذي غي حماقوا عليها كانت هذه الغديوة دينا البنات كانت من ان شاء الله تجربوا هالطباق وتأخذوا شي فكرة وتخرجوا بإفادة من هذا الفيديو أما العاصر بطناشي بالقرعة حمرة يجي خطير البنات كيفما قلت لكم تقدروا تزيدوا اي فواكه بغيتهم مع القرعة حمرة هي تختر لنا ذاك العاصر وكتبنوا وتقدروا البنات إذا لم تفرش لكم الفواكه أعطيتكم باش تقدروا تعودوهم مهم هذي الطبيلة اللغدة دينا هنغيسالي الفيديو ديالي معاكم سلام عليكم خليت لكم الراحة وانتلقوا فيديوهات زي انسى الله شكرا شكرا